اشتركوا في القناة وسلاما يتسلان ما دامت الليالي الفاضلة متسلة أما بعد فيا أيها الناس إن الله سبحانه أسبغ عليكم نعمه نعمة نعمه منة ولطفا وبدل في بعض الأوقات السيئات بالحسنات وضاعفها دعفا وخص بعض السهور بمزايا الفضل ليزيد العامل فيها من الفرض والنفل من ذلك شهركم هذا الذي عظم عند الله ثوابه وفتحت فيه للرحمات أبوابه والوزر فيه وإن جل بفضل الله موضوع والعمل الصالح وإن قل برحمته مرفوع والعفو فيه مبذول للمقصرين والرضا مقطوع فيه للمستغفرين قال عليه الصلاة والسلام من استغبر الله وسأله التوبة في سهر رجب سبعين مرة بالعشي وسبعين مرة بالغداة إن مات ما بينه وبين رجب المتقبل مات شهيدا مات شهيدا مرضيا عنه لا تمسه النار جعلني الله وإياكم من الذين أقرضوا الله قرضا حسنا وأخبتوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون الحمد لله الذي اختار من خلقه نبيا كريما سماه محمدا وأولاه بلواء الحمد مقاما عظما صلى الله وسلم عليه وعلى آله الذين سهدوا بقربه وأصحاب الذين سعيدوا باتباعه وحبه أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واقبلوا قول نبيكم وقابلوا بوتي القبول ما به من الجميل أمركم وعملوا فسيرى الله أعملكم وأحسنوا كما أحسن الله إليكم واعلموا إن الأيام حسيسة السياق وإن الموت سريع لحاق ونهن بين آمال نؤملها وآجال قرب أجلها خير بأجلها فبادروا وفقكم الله قبل بغت الآجال بالاستغال بشالع الأعمال وكثرة الصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وكثرة الصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والإرسان وفقنا الله وإياكم لما وفق له الصالحين من عباده وجعلني وإياكم من من ترك اختياره ومراده لاختياره ومراده وقطع أيام عمره في تاعة الله فجتنا بذلك ثمرة بره ورضاه وتدبروا في ذلك خول مولانا في محكم كتابه المكنون من عمل صالحا فلنفسه من عمل صالحا من ذكر أو أنسى وهو مؤمن فرن نحيينه حياة طيبة ورن نجزينهم وأجرهم بأحسن ما كانوا يعملون يغفر الله لنا ولكم ولشائر المسلمين شكرا